السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أحد التسجيلات أحد الجلسات تطرقنا لشيء اسمه بوليسيز وحكينا عليها بشكل سريع لما كنا عم نعرف كيوز وإكسجينج وقلنا رح نحكي عنها بالتفصيل بوليسيز هو موضوع جدا مهم في رابط مكيو ويجب اعتباره شيء استراتيجي لما منصمم كيوز أو إكسجينج في رابط مكيو خلينا أول شيء نفهم ليش ليش البوليسيز موجودة في رابط مكيو ليش أصلا رابط مكيو تيم أوجد شيء اسمه بوليسيز الآن البوليسيز هي أصلا خلنا نقول موديول ويطبق على الكيوز والإكسجينج رح ناخد في هذا الفيديو مثال عن الكيوز الآن نحن لو عنا كلاينت لو عنا كلاينت بيسوي declare الكيو في declare نحن بنقوله مثلا هذا durable اسم الكيو أوتو ديليت يسوي لا نو بلس في مجموعة أرغومنت تطبق على الكيو مثلا مثل ماكس لينس ماسيج تي تي إيل شيء العلاقة بعض الأرغومنت العلاقة بالستريم بعض الأرغومنت العلاقة بالأكلاسيك بعض الأرغومنت العلاقة بالكورم وبعضها shared بين كل الأنواع فممكن نحط مجموعة optional arguments اللي هي إلى أصلا default values وبعدها إيش بنسوي بنسوي عبارة عن كيو أو exchange طبعا هوني هذا مثال ماكس لينس ومسيج تي تي إيل لما بنكون عنا نعرف كيو عدد المسيجز اللي بتكون في state ready ماكس لينس ومسيج تي تي إيل كم ملي سيكند أو كم سيكند مثلا ممكن كم ملي سيكند ممكن تجلس المسيج في الكيو قبل ما تسلة drop أو تصير dead letter نحن هيك بنعرف الكيو طب هاي إيش مشكلتها هاي الطريقة هاي مشكلتها بعد ما نعرف الكيو ونحن حطين مجموعة هادول البروبرتيز إذا بدنا نغير المسيج تي تي إيل على لفل الكيو ما رح نقدر ليش ما رح نقدر لأني عرفنا الكيو عرفنا الأرجومنتز تبع الكيو من خلال إيش من خلال الكلينت فلازم نحظف الكيو ونرجع نعرفه بطريقة ثانية وهكذا هذا يعني تعديل في الكود أو تعديل في السكريب أو whatever إيش الطريقة اللي نحن مستخدمينها عشان إيش نسوي declare لكيو فأجو رابط إمي كيو قالوا لأ في طريقة أفضل بحيث ما نصير نعتمد على الكلاينت وإنما نعتمد على شيء اسمه policy فأجت البوليسي قالت إنه الكلاينت بيعرف كيو بس بيعطيه name auto delete yes ونلا إلى آخره الأشياء اللي هي لازم تيجي عن طريق إيش عن طريق الكلاينت اللي ما منقدر نحن نسوي له policy أو هي ما هي argument أصلا فأجو قالوا مجرد يتعرف كيو فيه policy رح تطبق على هذا الكيو سواءً الكيو created قبل البوليسي أو البوليسي created قبل الكيو ما بتفرق المهم فيه policy رح تطبق على الكيو هاي الكيو هاي البوليسي بنعرف فيها نفس الارجومنت اللي كدنا عم نعرفها وين لما عم نعرف الكيو من خلال الكلاينت فصارت البوليسي فيها الديفينيشن تبع الكيو أو جزء من الديفينيشن تبع الكيو بحيث نحن لو لو غيرنا في البوليسي أو حذفنا البوليسي هاي فبكل بساطة الأشياء أو خلينا نقول الارجومنت اللي لينكد مع هاي الكيو تتغير بشكل ديناميك ما في داعي نروح للكلاينت ونقول له غير وإحذف إلى آخرين طيب كيف تشتغل البوليسي البوليسي بكل بساطة نحن بعد ما منعرف كيو نحن قلنا البوليسي فيها ديفينيشن ماكسلينس مثلا هذا مثال نحن عمنا البوليسي نفسها غير موضوع البروبيتز اللي علاقة بالكيو أو الإكسجينج فيه إلى ها أربع بروبيرتز لازم نفهمهم النام طبعا هو النام يعني النام العادي لأي بوليسي البتن هو ريجولر إكسجين يعبر عن الريجولر عن الإكسجينج والكيوز اللي راح تطبق عليها البوليسي يعني ممكن نحط ريجولر إكسجينج بحيث هاي البوليسي تطبق على كل الكيوز أو الإكسجينج اللي تبدأ بمثلا system1- فأي كيو يبدأ بstring system1- ستطبق عليها هاي البوليسي apply to ممكن البوليسي تطبق على الكيو فقط أو على إكسجينج فقط أو على كيو وإكسجينج مع بعض علما أنا صراحة يعني لا أفضل أنه نطبق على كيو وإكسجينج مع بعض لأنه يعني ممكن نحن نضطر نسوي شوية كستمايزيش على البوليسي إلى علاقة بالكيو الpriority مهمة جدا أنت ممكن تسوي كريات لأكتر من بوليسي فالشي اللي بيعطي أولوية لبوليسي عن أخرى فيه بروبيورتي اسمها بريوريتي في البوليسي طبعا أقل بريوريتي هي واحد وهي default value كل ما عليت الرقم هاد كل ما أخذت البوليسي أولوية أعلى يعني عشرة بتكون أهم من البريوريتي اللي هي واحد عشرين تطبق instead of عشرة في النهاية لازم تطبق بوليسي وحدة على الكيو ما بصي تطبق أكثر من البوليسي فلذلك تأخذ إيش البوليسي ذات الpriority الأعلى طب ماذا لو إنه في أكثر من البوليسي بنفس البريوريتي وماتشت مع الكيو يعني في هاي الحالة ربط أمي كيو رح يختار واحدة من البوليسي فقط وهذا not recommended at all ولازم نتجنبه أصلا خلونا نشوف كيف نحن نسوي هاي البوليسي بشكل واضح لو جينا نحن عرفنا كيو طبعا هون ما في يعني ما في فرق بين تطبيق الكلاسيك والكوروم إلا هو بالبروبرتيز اللي بتختلف من كيو لكيو من نوع لنوع لاحظوا هادا durable وتو دنيت يس ولا نوع هادول هن الارجومنتز اللي كنا عم نحكي عليهم والديفينيشين نحن ما رح نحط ولا واحد من هادول addcue طيب الآن في الادمن نحن رحنا على الهوم بيش طبعا راملت بكيو في الادمن في شي اسمه على الرايت سايت في شي اسمه policies الpolicyز رح نطبق مثلا policy إلى علاقة بالماكس لينس policy باكس لينس مثلا نين هيك معناتها نحن رح نطبق على اي كيو بحيث يكون اكبر عدد من المسيجز اللي ممكن تنكتب في ربط في الكيو نفسه هو اثنين مثلا مثلا طبعا هون المقصود فيه star نجمة نحن رح نطبقه فقط على ايش على الكيوز نعطيه priority مثلا واحد ونجي نقوله max length اثنين طبعا ننتبه هون في عنا الكيو all types هادولي البروبرتي ستطبق على كل انواع الكلاسيك والكوروم والستريم طبعا هون في عنا فقط للكلاسيك هون في عنا فقط للكوروم هون في عنا للستريم هون فقط فقط للإكسجينج في هاي الحالة لما نطبق لما نطبق بوليسي على اكسجينج ما عنا غير روبرتي وحدي هاي فدريشن الى علاقة بكيف ممكن نحن نسوي خلنا نقول transfer المسيجز between two رابط مكيو كلستر وهذا نشوفه له طيب هاي اصدفنا بوليسي لو نجي هون صار في عنا بوليسي اسمه max-length-2 تطابق كل الكيوز نحن كده ممكن نطبقه فقط على على classic بحيث انه نحدد بطريقة مختلفة apply على الكيو فقط وليس على exchange الpriority واحد طبعا الديفينيشن max-length-2 معناته اي كيو الان نحن معرفين وما رح يقبل اكتر من two messages في وضع ردي هلا دخلنا على هذا الكيو لاحظوا مباشرة ماكس-length-2 طيب لو جينا نقول له سوي publish لمسج مسج 1 مسج 2 مسج 3 لو جينا على الكيو المفروض هون نشوف two messages فقط two messages الان وين التالتين حزفت ليش لانه هذا يخضع لبوليسي اسمه ماكس-length-2 فيها definition ماكس-length-2 مستحيل يقبل الكيو يضال فيه اكتر من two messages طيب خلينا نشوف ايش المسج الموجودة get messages لاحظوا مسج 2 مسج 1 حزفت لانه ها اكسيد الماكس-length وبالتالي بيحزف مثل كأنه فيفو first in first out فبيحزف المسج الاقدم طيب get messages رح يعطينا ثلاثة الان mtq لاحظوا فقط بدون ما نضطر نعرف اي property زيادة على ال Q قدرنا نتحكم بال max-length طيب خلنا نشوف بنوع priority لو جينا قلنا له واحدة تانية max-length داش ثلاثة button نجمع كيوز فقط beauty عشرة رح نقوله طبعا يا جماعة نحن ما رح نشرح هدول لأنه هدول قردي شرحناهم في فيديوهات سابقة إلى علاقة بأنواع الكيوز إلى آخره لو جينا هون قلنا له ثلاثة وبالتالي كل الكيوز الآن رح تقبل ثلاثة من messages إلى أن exceed the limit طبعا ليش هاي رح تطبق لأنه priority تبعها أعلى عشرة خلينا ندخل نسوي هون message واحد message 2 message 3 المفروض الآن سوينا ببلش لأربع messages لكن رح نشوف فقط إيش ثلاثة messages لاحظوا أصلا إيش المطبقة عليها max links 3 لو جينا على classic cue دخلناها 3 ليش لأنه priority تبعها أعلى و match مع البتر طب خلنا نشوف لو جيبنا المسج سوينا ل get message 1 ما طلعت ليش لأنه حزفت لأنه هي الأقدم message 3 message 4 والآن empty طبعاً إذا نعدل معلومات message Q عفواً معلومات policy حاول تعرف message policy بنفس الاسم بالضبط بنفس الاسم بالضبط كأنه أنت هيك عم تسوي تعديل لو جينا على Qs ونالوا priority 20 مثلاً كمان هون اعتنالوا message 1 لاحظوا هون عدلت policy اللي هي رقم 2 هاي صار فيه 1 priority تبعها 10 معناته بتقبل إيش message 1 لاحظوا هذا سنرجع على القديم message 1 message 2 لو رحنا على ال Qs لازم نشوف الآن one message one message لو دخلنا هون رح نشوف message 2 رح نشوف message 2 الآن empty طبعاً استخدام policies استخدام policies في تعريف أو في إضافة خصائص إضافية للQ أو exchange هو طريقة أفضل بكثير من إضافتها من خلال الclient إلا في حالات مثل مثلاً لما نحن نعرف Q on fly وما له business معين أو dynamic بناءً على خلنا نقول different parameters علماً نحن ممكن نعرف policies من خلال dynamic policies باستخدام API أو command lines اللي هي رابط مثلاً CLI أو حتى رابط MQ API HTTP هي عبارة عن REST API استخدام policy هو شيء ستراتيجي ولازم ننتبه بشكل كتير كبير لما نعرف Qs هل لازم نعرف additional arguments من خلال client أو لازم نعرف additional arguments من خلال policies غالباً في معظم الحالات لازم نستخدم policies لكن طبعاً يعتمد على انواع الQs والتفاصيل اللي تستخدم في Qs السلام عليكم